هذا هو الحال الذي آل إليه وضع الملعب الرئيسي والوحيد الذي تقام فيه المباريات الرياضية بين الأندية الرسمية بمحافظة الظالع والتابع لنار الصمود والذي تأسس عام 1961 حيث توقفت فيه الأنشطة الرياضية بسبب ما لحق به من أضرار نتيكة قصف صاروخي حوثي لأحد الاحتفالات قبل عدة أعوام وكذلك بسبب تعثر مشروع إعادة تأهيل وتعشيب الملعب ذاته الملعب الوحيد محافظة الظالع الذي كانت تقام عليه جميع البطولة الرسمية والودية بالمحافظة سابقا قبل الحرب وبعد الحرب إلا أنه الآن متوقف بسبب نزول مناقصة لتعشيب هذا الملعب وعمل مدرج واحد لفقط كمرحلة أولى إلا أن المشروع الآن حاليا متوقف بسبب عدم إعطاء مقاول المشروع الميزاني المعدسة من قبل الوزارة الملعب الوحيد الذي تقام عليه الأنشطة الرياضية في المحافظة هو ملعب نادي الصمود وهو الآن قيد تنفيذ تعشيبه ولكن نتعثر هذا الملعب الفترة طولت في إنجاز الموضوع نطالب جهات الاختصاص بإنجاز هذا المشروع حتى نستطيع إقامة الأنشطة الرياضية ثم بصيص أمل لم يجد النور كان يترقبه الوسط الرياضي بالضالع جراء عوائق ومشاكل واجهت مشروع تأهيل ملعب الصمود الرياضي بالرغم من عدم احتواء مراحل المشروع على غرف إضافية لللاعبين وغطاء للمنصة الرئيسية بالمدرجات همومنا في اتحاد كرة القدم كبيرة ومنها عدم وجود ملاعب لأقامة نشاط الرياضي نحن متوقفين لفترة طويلة من أقامة الأنشطة الرياضية الآن المشروع متعثر لذلك نتمنى من الجهات الرسمية بالمحافظة عمل ما يلزم لمتابعة وزارة شباب الرياضة والسلطة المحلية عمل ما يلزم لمتابعة وزارة شباب الرياضة يمثل إعادة تأهيل وتعشيب ملعب الصمود الرياضي بمدينة الضالع التحدي الأكبر أمام القطاع الرياضي كونه الملعب الرئيسي والوحيد الذي تقام فيه المباريات الرياضية ومطالبات للجهات المختصة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذا المشروع محمد الشعيبي اليمن اليوم أبضالع